أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون واذكروا يا بني إسرائيل العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم بأن توحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين وبأن تقولوا للناس كلاما حسنا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بلا غلظة وشدة وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم وبأن تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقيها طيبة بها أنفسكم ثم بعد هذا العهد الذي أخذ عليكم إن صرفتم معرضين عن الوفاء به إلا من عصمه الله منكم فوفى لله بعهده وميثاقه وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم دماء بعض وتحريم إخراج بعضكم بعضا من ديارهم ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك وأنتم تشهدون على صحته ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محروم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم أنتم تخالفون هذا العهد فيقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم مستعينين عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا وإذا جاءوكم أسرى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع الدية لتخلصهم من أسرهم مع أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء الأسرى وتكفرون ببعض ما فيها من صيانة الدماء ومنع إخراج بعضكم بعضا من ديارهم فليس للذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة الدنيا وأما في الآخرة فإنه يرد إلى أشد العذاب وليس الله بغافل عما تعملون بل هو مطالع عليه وسيجازيكم به أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة إثارا للفاني على الباقي فلا يخفف عنهم العذاب في الآخرة وليس لهم ناصر ينصرهم يومئذ